اشتركوا في القناة على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات المختلفة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتضمن أعلان جدة متابعة التطورات والإحداث الجارية في جمهورية السودان وضرورة وقف الاقتتال لعودة الأمن والاستقرار وحماية الشعب السوداني كما تم التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وهمية إيجاد حل قائم على تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وتم الترحيب بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري والذي تضمن استئناف مشاركة بفقوفة الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة تتابع لها ونأمل أن يسهم ذلك في دعم استقرار الجمهورية العربية السورية والحفاظ على وحدة أراضيها واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي وتضمن الإعلان عدد من الموادرات التي من شأنها أن تسهم بدافع العمل العربي المشترك في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وابرزها مبادرة استدامة سلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية للدول العربية ومدار الثقافة والمستقبل الأخضر مبادرة إنشاء حاويات فكرية للبحوث والدراسات بالاستدامة والتنمية اقتصادية ونؤمن من الرؤى والخطط القائمة على استثمار الموارد والفرص ومعالج التحديات قادرة على توطين التنمية بما يتطلب من ترسيخ تضامننا وتعزيز ترابطنا ووحدتنا لتحقيق طموحات وتضلعات شعوبنا العربية ومن هنا فإنا أيضا نرحب برسائلة الفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورسائلة الرئيس الصيني شي جينبينغ الموجهة إلى القمة كما أننا استمعنا إلى كلمة فخامة الرئيس الأوكراني الذي حضر بدعوة من المنملكة العربية السعيدية لهذه القمة وأتقدم بجزيرة الشكر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على ما بدلته من جهود كبيرة خلال قيادتها لأعمال الدورة الماضية الـ 31 والتي تكللت والله الحمد بالنجاح والآن يسرني أن أعطي الكلمة الأخي معالي الأمين العام فليتفضل معالي شكرا شكرا صاحب السمو في البداية ينبغي أن الإنسان يعبر عن عميق الشكر لخادم الحرمين الشريفين ويعبر عن عميق الشكر للإدارة المتميزة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المملكة بزلت جهدا طيبا للغاية ووضعت الكثير من الموارد والإمكانيات في خدمة هذه القمة والحقيقة حققت الهدف المطلوب منها تماما القمة اتصفت بصفة يعني أنا مضى علي عدة قمم الآن هذه ربما القمة السادسة أو السابعة لكن هذه القمة اتصفت بصفة واضحة للغاية وهو التوافق لقبل القمة وخلال عمليات القمة وفي خلاصاتها الاجتماعات كانت اجتماعات سالسة وهادئة ولعل الجميع لاحظوا أن القمة ما استراخدشه فترة طويلة في بحث هذه القرارات ولا الاجتماع الوزاري ولا حتى اجتماعات المندوبين القمة صدر عنها بعض القرارات الهامة أهمها في تقديري هو القرار الخاص بعودة سوريا له رمزية واضحة للغاية الاتصالا بموضوع عودة سوريا فوضح لي شخصيا أن هناك رغبة وعزمة أكيد أن تكون عودة سوريا بداية لانخراط عربي أكثر فاعلية في حل الأزمة السورية واستعادت سوريا لدورها الطبيعي في المنظومة العربية وتجاوز الظروف الصعبة التي مرت بهذا البلد العزيز علينا جميعا نحن كعرب وبالتالي سوريا تحتاج لمساعدة أخوتها وهي في نفس الوقت ينبغي أن تتفاعل مع هذه الخطوة التي قامت بها المجموعة العربية الأزمات العربية احتلت مكانا مهما على أجندة هذه القمة هناك شعور واضح أن العرب يرغبون في امتلاك ناصية التفاعل والتعامل مع المشكلات العربية وعدم تركها إطلاقاً للقوى الأجنبية أو الإقليمية هناك أيضاً إحساس بحالة من الهدوء مع الجوار العربي ومن يرصد القرارات الصادرة عن القمة في علاقات الجوار العربي مع دول العربية يجد أن هناك تهدئة والقمة والجانب العربي بيطرح التهدئة وينبغي أن تلتقط الخيط دولتي تركيا وإيران تحديداً لأنه كان هناك قرارات وتم تهدئة هذه القرارات وإعطاء الفرصة لدول الجوار لبدء صفحة جديدة القضية الفلسطينية كانت على رأس النقاشات ووضحت فيه كافة التدخلات والقرارات الصادرة عنها وهناك تمسك بمبادرة السلام العربية وهناك جهت بزلته المملكة منذ ستمبر الماضي وشاركت فيه الجامعة العربية وذهبنا إلى نيورك وعقدنا اجتماعات مع المجموعة الأوروبية ومع الدول الدائمة العدوية في كيفية الاحتفاء بمبادرة السلام وبمناسبة مرور عشرين عاماً عليها ثم عدنا مرة أخرى إلى بروكسيل وهناك رغبة أكيدة في تنشيط التحرك في إطار مبادرة السلام العربية الموضوعات الاقتصادية لقيت اهتمام ومن يتابع هذه القرارات يجد أنها فعلاً يعني قرارات الصادرة عن القمة أنه الموضوع البعد الاقتصادي والاجتماعي بيحظى باهتمام كبير في الخلاصة أود القول أن هناك حيوية وحركية جديدة في العالم العربي نتطلع جميعاً بأن تكون هذه القمة قمة جدة بداية لأن يأخذ العرب أمورهم بأيديهم ويتحركوا بإرادة جماعية لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة العربية الحقيقة المنطقة العربية مرت بربما عقد كامل من الصعوبات وهي في طريقها أو آمل أنها في طريقها إلى الخروج من هذه الصعوبات فكل الخير وأنصح الجميع بقراءة أعلان جدة باهتمام لأنه من يطلع على القرار على الإعلان هيجد في صدر الإعلان القضية الفلسطينية وده شيء يعني اللي أعدوا هذا الإعلان كان لديهم اقتناع كامل بحيوية هذه القضية خصوصاً في هذا التوقيت تحديداً الذي يضغط الجانب الإسرائيلي بكل التشدد وبكل العدوانية وبكل التطرف على الفلسطينيين شكراً جزيلاً سمو الأمير على كل شيء شكراً معالي الأمين العام ومعاليه مرتبط برحلة فنحاول إذا أمكن أن نختصر قدر المستطاع لكي لا نخسر وجوده معنا نعطي السؤال لقناة القاهرة الإخبارية أمل الحينوي من القناة القاهرة الإخبارية سؤالي لوزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان لماذا اخترتم للقمة عنوان التجديد والتغيير وأيضاً هل يمكن أن تكون ظروف مهيئة عن تصديف بلد عربي يعني البرهان وحميتي على مئدة حوار واحدة خلال الفترة القادمة سؤال الأخير لمعالي السيد أحمد أولغيت لأمين العام للجماعة العربية بالنسبة للأوضاع في السودان كيف ستكون أليت عمل اللجنة الوزرية العربية المكلفة بالحوار مع الأطراف خلال الفترة القادمة شكراً شكراً جزيلاً القمة قمة جدة بالنسبة للطرفين بالنسبة لما يحصل في السودان طبعاً نعمل في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية حالياً على تهيئة الأجواء للوصول إلى هدنة إنسانية بعد أن صدر إعلان جدة للاتزامات بالمبادئ الإنسانية والآن نطمح أن نصل قريباً إن شاء الله إلى هذه الهدنة وهذه الهدنة تؤسس لما يأتي من بعدها من حوار نعمل من خلال الوصول إلى حل لهذا النزاع لكن التركيز الآن هو على الوصول إلى هدنة إنسانية تتيح للمواطنين السودانيين التنفس قليلاً وأن يصلون إلى حاجياتهم الإنسانية المباشرة الوضع في الخرطوم ومناطق خرطة في السودان الحقيقة مؤسف للغاية ولذلك من المهم أن نصل الآن إلى هذه الهدنة ومن هذا المنبر أدعو الجميع الأطراف في السودان إلى التحرب المسؤولية والجنوح إلى الحوار والابتعاد عن استخدام السلاح لحل الخلافات لأن من يدفع الثمن هو المواطن السوداني قبل كل شيء يعني هو اللجنة التواصل أو ألية التواصل اجتمعت أول أمس سمو الأمير مع وزير خارجية مصر مع أمين عام الجامعة العربية واستمعنا لتقرير الحقيقة ممتاز لأن جهد المملكة السعودية في السعي بين الطرفين لتحقيق وقف إطلاق نار ثم الانتقال إلى هدنة مفتوحة ثم بدء البحث في صلب التسوية أتوقع أن تكون لدينا لقاءات أخرى في هذا السلاسي المملكة السعودية الأمانة العامة وجمهورية مصر العربية نأمل أن الأمور تتحرك إلى تسوية أو تسوية الوضع بشكل إيجابي المؤسف والمزعج واستشعرت هذا في أحاديث الجميع اليوم هو الأسى لشعب السودان لأنه الشعب يعاني وهناك مصالح طيقة تدفع بمصالحها المستمر تأتي المايك هنا إلى صحيفة الشرق الأوسط مساء الخير عبدالهادي حبتور صحيفة الشرق الأوسط سؤالي سمو الأمير تحدثتم عن مبادرات سوف تعمل عليها المملكة خلال رئاستها للقمة العربية بشأن التنمية المستدامة لو تحدثنا بشكل أكبر عن المبادرات التي ستتركز عليها المملكة السؤالي للمعالي الأمين العام يتعلق بهناك توجه عربي في الفترة الأخيرة لحل الخلافات العربية داخل البيت العربي هل سنرى دور أكبر للجامعة العربية في حل النزاعات في الملفات أو في النزاعات العربية خلال الفترة المقبلة؟ شكرا جزيلا شكرا والحقيقة هي نقطة مهمة موضوع المبادرات التي قدمتها المملكة تأتي بكثير من عناصرها مستوحى من مستهدفات رؤية عشرون ثلاثون وتركيزها على التنمية المستدامة من أهم المبادرات التي طرحناها مبادرة استدامة سلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية للدول العربية العالم العربي عنده قوة شرائية هائلة وعنده فرصة كبيرة للاستفادة من هذه القوة الشرائية لتعزيز استدامة الأمن الغذائي عنده نحن في المملكة العربية السعودية تعرفون أن نركز دائما على أن نعالج التحديات عن طريق فكر اقتصادي حديث أن نعتمد على الاستدامة الاقتصادية وهذا يعني أن نبني مبادرات في أساسها مبنية على تصور استثماري ممكن أن يحقق عائد من خلال استغلال سلاسل الإمداد بشكل أكثر فاعلية يحقق لنا فوائد كبيرة نستطيع فيها نعزز الأمن الغذائي العربي في أيضا مبادرة إنشاء حاويات فكرية للبحث والدرسات في الاستدامة التنمية حاوي فكرية بمعنى think tank وهذا نهدف منه أيضا أن يكون الحوار عن الاستدامة الاقتصادية في العالم العربي متبناه داخل العالم العربي ونكون نحن متصدرون لفهم ما هو في مصلحة اقتصاداتنا كيف نبني اقتصادات أكثر استدامة وكيف نحفز الحوار الاقتصادي العلمي في هذا الجانب أيضا في مبادرة وهذه المبادرة الحقيقة مهمة جدا مبادرة البحث والتمييز وصناعة تحلية المياه وحلولها كثير من دول العامل العربي تعاني من شح في مصادر المياه ويعني التقنيات في هذا المجال تتقدم بشكل سريع وكلما استطعنا أن نتصدر في العالم العربي لتطوير هذه التقنيات واستثمارها بالشكل الصحيح كلما استطعنا نعزز الأمن المائي العربي ويعني من المهم أن لا نعتمد على الآخرين يعني لا نريد أن نستورد كل تقنياتنا وكل احتياجاتنا فيما تعلق بالأمن المائي من العالم غربا كان وشرقا والمملكة تحقق قفزات مهمة في تطوير منظومة المياه لديها وعندنا تجارب نيرة سواء في التحلية أو في حتى ضبط الهدر المائي نستطيع أن نشاركها مع بقية الدول العالم العربي والعالم العربي أيضا له تجارب ويوجد مراكز علمية فاعلة حول العالم العربي لو استطعنا أن نجيش هذه الخبرات ونسخرها لمعالجة هذا التحدي الكبير سنستطيع أن نكون مركز العالمي في تطوير التقنيات المتقدمة لمعالجة موضوع الشخص المياه أيضا لدينا مبادرة تعليم وغير الناطقين بها اللغة العربية هي ما يجمعنا وهي ما يسمعه مننا العالم ونريد أن يسمعنا العالم بلغتنا لا أن نترجب أنفسنا لهم وهذا له جانب ثقافي له جانب قوة ناعمة كما يسألهم لك له جانب اقتصادي يعني كلما استطعنا أن ننشر اللغة العربية حول العالم كلما استطعنا أن نفتح آفاق جديدة للمحتوى العربي المحتوى الفني والمحتوى الثقافي وهذا أيضاً يدعم وجودنا حول العالم نجد لغات كثيرة منتشرة اللغة العربية في رأي المتواضع هي أجمل اللغات ولذلك تستحق أن يكون هناك جهد كبير لنشرها حول العالم هناك أيضاً مبادرة حول الاستدامة الثقافية وأمور أخرى مبادرة لكن هذه المبادرات الحقيقة المهمة التي نعمل عليها يعني للرد على مراسل الشرق الأوسط يعني طبعاً ينبغي الاعتراف أنه غالبية المشكلات العربية أو الأزمات العربية كانت تعالج على مدى العشرة أعوام الماضية أو أكثر خارج الإطار العربي وبالكاد كانت المجموعة العربية أو الدول العربية تدفع فيه أو تشارك فيه ومع ذلك يلاحظ أنه قرارات اليوم على سبيل المثال فيه لجنة من خمس دول خاصة من خمس دول الأمانة العامة خاصة بسوريا ولجنة أخرى خاصة بالسودان هناك تفاعل من الجامعة العربية مع الأزمة الليبية في الإطار الدولي وبالتالي هذه اللجان سوف تعمل ولدي بعض المعلومات التي تؤشر إلى أن اللجنة المعنية بسوريا سوف تجتمع قريباً وهناك دعوة بدأ الترويج لها لعقد هذا الاجتماع بشكل عاجل أتصور أنه موضوع سوريا سوف يحظى بأولوية والقرار بيتضمن إشارة واضحة أنه السعي نحو التسوية التدريجية للوضع السوري من خلال خطوة مقابل خطوة هذا يتطلب نقاش مع الحكومة السورية نعتل مايك سكاي نيوز سواء موجه لمعالي الأمين حالة التعافي العربية التي نشهدها الآن ترى هل ستشكل ربما عائق في سبيل تطوير العلاقات العربية الأمريكية في الشق الآخر أيضاً من السؤال هل هناك جهد دبلوماسي عربي تخطط له الجامعة العربية للقيام به لتجاوز أزمة عودة العلاقات السورية العربية مع الجانب الأمريكي والأوروبي كون أنهم لديهم موقف مغاير من عودة سوريا إلى الحضن العربي الحقيقة سؤال هام للغاية أنا شخصياً كأمين عام للجامعة العربية أتصور أنه يجب أن نعمل بمعزل عن رؤية القوى الخارجية لهذه الخطوة تحديداً خطوة عودة سوريا إلى الجامعة العربية لأنه هذا أيضاً أمر خاص بالعالم العربي بالدول العربية بالشأن العربي إذا دولة منشئة للجامعة العربية دولة من السبع الأصليين استعادت مقعدها فهذا شأن عربي نحن أتصور أنه علينا أن نسعى لإقناع القوى الأخرى بصحة المنهج العربي وأنه هذه إرادة عربية ولا نسعى لصدام أو اختلاف مع القوى الخارجية هناك اجتماع قادم بين المجموعة الأوروبية والمجموعة العربية مقرر له في تاريخ ما في القريب العاجل أتمنى أن لا تقرر القوى الرافضة لهذه العودة أن تقاطع هذا الاجتماع أو أن تقول أننا لا نرغب فيه لأن إذا كان هذا الأمر كذلك فدول مجموعات كبيرة يعني المجموعة العربية 22 دولة المجموعة الأوروبية 27 دولة أو 28 دولة يعني سوياً بيشكلوا ربع عضوية الأمم المتحدة فنحن نرغب في إقامة العلاقات الطيبة مع الجميع وآمل أن الجميع يتفاعل مع هذه الرغبة نعطي المايك للقناة الإخبارية السورية ربا الحجة للإخبارية السورية سؤال لمعالي الوزير بداية في ظل مناخ دولي بات يتجه نحو التعددية القطبية ويدفع كثير من الدول للتحرر من ضغط الإملاءات الخارجية التي كانت تحد ثقف قراراتها وربما خياراتها سؤال إلى أي حد ساعد التحرر من سطوة الإملاءات الخارجية هذه الدول إلى ربما بناء سياساتها على أساس المصلحة القومية وليس على أساس مصلحة الخارج أو الآخرين وهل هذا ما عجل في إعادة لم الشمل العربي وفك ربما طوق القيود الغربية وساعد في إيجاد آلية تفاعلية للجامعة العربية ولماذا تم الدعوة ذلنسك اليوم إلى الجامعة العربية أو إلى هذه القمة هل هناك من مدلول سياسي أردته السعودية سؤال الأمين العام لو سمحت كثير من الشارع العربي لم يعد يتابع قمم الجامعة العربية لا اعتبارات كثيرة اليوم كيف تعيدوا إقناع هذا الشارع بأن الجامعة تغيرت هناك أليس تنسيق واضحة لا أتفق مع هذا السؤال إطلاقا لسبب وحيد لسبب وحيد أني أقرأت مئات المقالات ومئات الأراء والرؤى والاهتمامات العربية في الإعلام العربي على مدى الشهر الماضي بشكل يعني كنت ألهس وراء الإعلام الذي يهتم بهذه الجامعة وبهذه القمة وبالتالي سيدتي سيدتي هذا المؤتمر بهذا الحجم بهذا الاهتمام يعكز اهتمام المجتمع العربي بالجامعة العربية إنجي لديك رؤية أخرى خلاص السؤال انتهى وقوبت عليه المايك لقناة الجزيرة يعني أنا بابني على اللي قاله أخوي أحمد أعتقد 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 الجامعة العربية مثبتة فعليتها وتفاعل الدول العربية مع بعضها وتصديها لملفاتها وتصديها لمواقفها بشكل مستقل واضح للعلام وأعتقد الطرح حول يعني تجاذبات أو إملاءات وكذا هذا من الماضي وليس أصل مكانه هنا ولا هو وقته المهم أن نركز على الإنجاز ورأينا في هذه القمة أن مجموعة الدول العربية مهتمة بالإنجاز ومهتمة بالنظر إلى المستقبل قناة الجزيرة تفضل بدروا بي عن قناة الجزيرة السؤالي سمو الأمير فيصل وفرحان هل من تطور في المباحثات السودانية تجري في جولتها الثالية هنا بين أطلاف النزاع يمكن الحديث عنه توافق حول نقاط معينة ربما إعلان قريب بهذا الخصوص شكرا المحادثات جارية بالفعل الآن هنا في جدة الجهد متواصل هناك تقارب نوعا ما لكن من المبكر أن نتكلم عن انفراجة أو عن وصول إلى اتفاق نلمس من الجانبين استشعار لخطورة الوضع واستشعار لمعاناة الشعب السوداني ونأمل أن يتترجم استشعارهم هذا لمعاناة الشعب السوداني إلى تغليب الحوار والابتعاد عن القتال وتسخير ما يلزم من وقف الاطلاق النار وثم حوار سياسي للوصول إلى حلول ترفع عن السودان هذه العزمة الخالقة نجي نجي لأحمد موسى رافع أيضو أحد الأعلمين حاضر يعني عنده واسطة فشنسوي طيب حاضر مساء الخير سمو الأمير معالي الأمين العام أولا كل التحية للقامعة العربية وكل التحية لأشقاءنا في سوريا نحن جميعا نرحب بعودة سوريا للقامعة العربية كنا نطالب دائما بعودة سوريا للقامعة العربية ولكن لا نريد خلافا على الإطلاق الجامعة العربية والأمين العام للقامعة العربية واحد من أهم الدبلوماسيين في العالم العربي لا يليق أبدا في مؤتمر صحفي عالمي يتم الحديث بهذه الطريقة مع الأمين العام لجميع الدول العربية نحترم في مشقائنا في سوريا والجميع ولكن سؤالي أيضا لسمو الأمير ومعالي الأمين العام ربما زيارة أو الدعوة التي وجهت إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي هل معناها أن العالم العربي اتخذ من مصار الحياد مصار آخر هو الانحياز إلى أوكرانيا على حساب روسيا وماذا عن علاقتنا مع روسيا وهذا هو سؤال مؤجل لسمو الأمير ومعالي الأمين العام شكرا بالتأكيد يعني دعوتنا لفخمة الرئيس زيلينسكي هي من باب سماع وجهة نظر جميع الأطراف واتخذت الدول العربية منذ بداية هذه العزمة موقف الحياد وليس الحياد السلبي بل الحياد الإيجابي كنا منخرطين في فتح الحوار مع الطرفين أملا في أن نستطيع أن نصل إلى سبيل يفتح الباب للحل للحل من خلال الحوار قناعة كل الدول العربية أن هذه الأزمة لن تحل إلا بالحوار والحوار بالتأكيد بين طرفين النزاع الرئيسيين وهما روسيا وإيقرانيا وهذا يستلزب التواصل مع الجميع والسمع من الجميع ولا شك أننا حريصون كل الحرص على علاقتنا مع أوكرانيا كل الدول العربية تقريبا لديها علاقات ممتازة مع أوكرانيا تسبق هذه الأزمة كما أننا حريصون ومهتمون بالحفاظ على علاقتنا مع روسيا التي أيضا أغلب لم يكن كل الدول العربية لها علاقات مهمة مع روسيا لكن الواقع أن هناك أزمة هناك حرب لا بد أن نجد سبيل لإنهائها وهذا لن يكون إلا بالانفتاح على سمع جميع الأطراف وجميع الأصوات الرئيس أوكراني أتيحت له الفرصة لمخاطبة الجامعة العربية هو كان حريصا للحضور ليسمع منه العرب ونحن كنا حريصون أن نسمع منه كما أننا حريصون بالتأكيد أن نسمع من الجميع لأن بدون أن نسمع وجهات النظر لن نستطيع أن نكون مساهمين فاعلين في إيجاد حل وأسترعي الانتباه أن منذ بداية الأزمة كان هذا موقف الجامعة العربية حتى أن هناك في فترة قريبة من بعد اندلاع الأزمة يذكرنا ربما الأمين العام توجهة وفد من عدد من وزراء الخارجية العرب للقاء الطرفين لمحاولة الدفع إلى التسوية عبر الحوار وهذه قناعة تبقى أنه لا بد من حوار لحل هذه الأزمة لأن الأزمة لا تؤثر فقط على روسيا وإوكرانيا لكن تؤثر على كل دول العالم بما فيها دول العالم العربي يعني هو مثلما قال سموه الأمير الاستماع لوجهات نظر الطرفين أمر أمر واضح لدى الجامعة بمعنى مثلا وزير الخارجية الروسية لافروف خطب مجلس مجلس الجامعة في القاهرة مجموعة الوزراء العرب مجموعة لجنة الاتصال العربية التقت بلافروف مرة أخرى في سبتمبر الماضي في نيورك اللجنة اللي بيشير لها سموه الأمير سفرت إلى موسكو في إبريل 2022 وأيضا إلى وارسو للقاء مع وزير الخارجية الأوكرانية وبالتالي الاستماع لوجهات نظر الطرفين أمر ضروري والدول العربية زي ما بتحدث تسعى للبحث عن تسوية وطرح رؤى فلا يمثل أكتر من هذا نعطي المايك للأسوشياتيد بريس سيجيكم المسار إن شاء الله نحاول أن نصل لكن هناك من قبلكم في الدور سيصلكم الدور إن شاء الله سؤال إلى معالي الوزير سموه الأمير سمعنا مؤخرا انتقادات أمريكية شديدة للدول اللي طبعت مع الحكومة السورية شورتكم على هذا الشيء وفي هل ستؤثر العقوبات الغربي المفروضة على سوريا على تدفق الاستثمارات في المستقبل وإعادة البناء شكرا شكرا جزيلا حقيقة يعني أنا تكلمت منذ فترة وذكرت أن وجهة نظر المملكة العربية السعودية ويتضح أنها وجهة نظر الجامعة العربية أو عضاء الجامعة العربية أن الوضع القائم لم يكن قابل للاستدامة وأن لا مجال لحل الأزمة السورية إلا بحوار مع الحكومة السورية وقناعتنا أن مثل ما ذكر مع علي الأمين أن مكان سوريا هو داخل الجامعة يكون هذا الحوار حوارا سليما لأننا نتحاور مع حكومة وهذه الحكومة لها سيادتها ولابد أن يكون حكومة ننطقية نفهم وجهة نظر الولايات المتحدة وشركائنا في الغرب لكن لمعالجة التحديات القائمة لا بد أن نجد مقاربة جديدة وهذه لن تأتي إلا بالحوار وبالتأكيد سوف نتحاور مع شركائنا في أوروبا وفي أمريكا لمعالجة لنقول مصادر القلق وهناك في المقام الأول أزمة إنسانية الآن هناك لاجئين سوريين يريدون أن يريعدون لبلدهم لا بد أن نساعدهم لإيجاد السبيل العودة هناك وضع اقتصادي صعب في سوريا كل هذا نتيجة للوضع القائم الوضع القائم ضرره على المواطن السوري قبل أي أحد آخر لذلك نحن مهتمون بإيجاد حلول عملية واقعية وهذه لن تتم إلا بالتعاون والشراكة مع الحكومة في دمشق ترجمة نساعد المواطن السوري كانت هناك عقوبة كيف تخططون على على تطبيق إعلان نعم إذا كان هناك حظر هل ستضغطون بالنسبة لهذا الحظر هل تكون بتلقى مختلفة السؤال بالنسبة اجتمعت جامعة العربية مع الاتحاد الأوروبية في يونيو هل كان هناك ممثلا عن الحكومة السورية سيحضر إلى الاتحاد الأوروبي كان من المفترض أن يحدث في مقر الجامعة العربية في القاهرة ولذلك المصدف هي الجامعة العربية لن يحدث في بروكسل في الاتحاد الأوروبي كان من المفترض أن يتم هذا الأمر نعم هناك حوار مع الشركاء في الغرب هناك تحالف وتوافق بيننا وبين الغرب ونحن جميعا مهتمين بعوذة اللاجئين سوريين إلى موطنهم مرة أخرى ونعمل مع الحكومة في دمشق لتفيد هذا الأمر ونتمنى الشركاء في الغرب أن يساعدون في تحقيق هذا الأمر سوف نعمل بالتحالف مع الأمم المتحدة وقراط مجلس الأمن وأيضا وبالنسبة لهذه القراط تسمح بالاستعادة وعودة اللاجئين وأيضا ولكن في نهاية المطاف الذي يجب أن يساورنا القلق حوله ومصلحة الشعب السوري وأعتقد أنه هذا الأمر نحن نحاول أن نحقق مصالح الشعب السوري ويكون هناك حوار في هذا الصدد نطي السؤال هنا قناة الشرق لا مبعد قناة الشرق لسر طيب رامي بعدها سن بس خل بس يكون سؤال مختصر إذا تكرمت نعم حتى نترك فرصة للزملاء في اليمين فضل قد يكون الأمير العام لا يستطيع أن يبقى يعني الآن سيقي معي القاهرة أنا حرحب به سمو الأمير عبدالزبيدي قناة الشرق والنبي أنت عاملة يعني أنا حمشي عندي طيارة الحديث على إيجاد حلول في هذا الإطار فهي خطوة مقابل خطوة أستأذنك لا كلنا ننتهي الآن شكرا لكم أصحاب السمو المعالي شكرا شكرا لكم وشكرا لكم على حضوركم إلى المتظم شكرا جزيلا وإلى اللقاء قريب بإذن الله شكرا لكم